موسيقى بيعطيك العافية غليم غليم سهليم في قناة بندوراتشي ليش شبون كتير منها ومقدش الكيلو مكتوب عندك ليكو بعش الليرات بس مرة بالسوق الكيلو بتمل ليرات و أحسن من هيب كتير حبيب قلبي لا تناقش بالسعر لأنه نحنا ما منحط هذا السعر السعر بيجينا من فوق ونحنا منتقيد بالتسعيري يا حرام علي هيك مندورة مفعسة ومعسق ليه على الحالة مرح تنباع المندورة اللي عنا منوبها مرح تنباع ايشو دافعين شي من جيبتنا لحنا ايشو دافعين ليش انا حاملها السلم بالعرض والله ما بعرف بس از حسان يعطيكو العافية علينا بس عليك يا سيدي طمنوني شو أخبرنا البندورة والله يا أستاذ حسان على حطة إيدك ما حدا عم يقرب عليها إلا المضطر ايش لا بقى ليش بقى يا أستاذ شوفت عينك البندورة اللي عنا عم تخم بأرضها والبندورة الممتازة عم تنباع بره بالسوق بأقل من أسعارنا بكتير بقى ما في قدامنا يا أستاذ غير إنه نبيع الكيلو بليارتين ثلاثة ونخلص من الهام بقى لا 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 قوعك ها لازم نتقيد بالتسعير النظامية وإلا بتعملولي مشاكل إلى أول مل آخر ها بس يا أستاذ مثل ما عم بقلك لا توجع لي قلبي ولا تخبصوا بالفصة يا جماعة الله يخلي يكون يعني تخفيض السعر بده إجتماع لجنة شراء ولجنة تسويق ولجنة تسعير يعني ما بصير نحنا نجتهد من عنا بتروحونا دبلك حاضر أستاذ مثل ما بدك علا كان لأن القصة بصير فيها مسائلة مو هات إيدك والحقني على كل أن انتو رشولة مي رشولة بركي بتفرفح شوي حاضر أستاذ حسان حاضر متل ما بدك طيب شو أخباره هادة البيتنجان والله الحقيقة حاليا لماشي حاله بس الكمية كبيرة عمت عسئل وتبين إنه بايته ماشي الحال على كل إن احنا بكرة بالاجتماع ونطرح فكرة تخفيض الأسعار يعطيكو العافية السلام عليكم مهلا معك أستاذ هوني لك شو بتعبين بالماء ما اسمعات بدرش عبنادورة مي بلا شو أصحى وحكو المي على البنادورة بتحمي لك صدقتو آدم ما لا يفهمان بي المصلحة بلا أصبح امشي دي وشربنا كاسة شاي جوا امشي طيب ما بدي أفهم شو قصت البنادورة اليومين يا جماعة العم على الحالة صرنا خسرانين فيها بلاوي زرقة وبعدين يعني يعني اللي ربحته الشركة من الكوسة والإخيار والبصل والنعنع والهندبة حطينا على البنادورة المشكلة يا أستاذ أنه نحن دائما بهيك مواسم عم نتعرض لها الزات مظبوط متل ما قال أستاذ حسان يعني كل الناس بتربح بالمواسم إلا نحن بموسم البطيخ خسرنا حوالي المليون ليرة وبموسم الخس سبعمية ألف ليرة حتى بموسم المكدوس خسرنا المبلغ المرقوم بالبيتنجان والفليف للحمرة بس ما بصير هيك يا أخي ما بصير النوم شو العكي هذا شو رأيك أخي حسان نؤملونا أستاذ باعتبارك رئيس قسم البيع شو رأيك باشي؟ يعني المسألة واضحة أنا برأيي المسألة واضحة كتير لأنه نحن عم نستجر كميات أكبر بكتير من حجم التصريف فيب يا أستاذ حسان ليش لحتى نحن نستجروا هيك كميات؟ ليش ما مندرس حاجة السوق؟ مو بيدنا يا مفيدة بناءا عد تعميم اللي إجانة من لجنة المنتجين عم نضطر نشتري جزء كبير من المواسم بسعر مقبول يعني نحن أولا وأخيرا دولة يا مفيدة يعني لازم نحافظ على جهد الفلاح المهم هلا أتيش في عنا كسات بالبندورة أستاذ في عنا حوالي الالف وخمسمائة صندوق ولما إجينا نسلموا للتخزين الست مفيدة رفضت أوف؟ وليش رفضت الستين مياه الست مفيدة؟ طبعا بدي أرفض لأن بوحدات التخزين عندي ما ظل محلة تحط رجلك أستاذ كله كون بلي الحق معيك مشكلة فعلا أستاذ المشكلة كلها بتنحل لو كان عنا شوية مرونة بالتسعير يعني ببساطة لو نزلنا سعر البندورة شوي كنا من تاني يوم نفقنا البضاعة كلها ويا دار ما دخلك شر؟ معقول يا اللي عم تحكيه أستاذ؟ اللي شوية الغلط باللي حكيته؟ كيف بدنا ننزل السعر ونحنا أصلا عم نشتري بالغالي؟ فعلا فعلا شغلة اتحاد هالمنتجين مصيبة يعني إذا اشترينا متل ما بدونه منخسار وإذا ما اشترينا بيحملونا مسئولية الفلاح ودبرها إذا بتتدبر والله نحنا بالذات مو متحملين هي خسارة بنو طيب شو رأيكم نتصل بمدير معمل رب البندورة؟ بركب نبيعهم هالكمية اللي عنا راحت لعنده أستاذ وعرضت علي الكمية بنص السعر بس رفض قف؟ وليش لح تيرفض بقى؟ قال عنده بندورة بتكفيه شهرين طيب نحنا ليش ما مصدره لبره؟ ايه أنا طلع على لساني شعر قدما يعني حكيت وسألت بهذا الموضوع بس ما في حدا عبي جاوبني ليه؟ يا ستة أنا راح أجاوبك التصدير اللولدتي طويلة عريضة فرز كل مونة وأختها كل بندوراية ورفيئتها وغسيل بالمطهرات وصرديق استيريوبور وشاحنات مبردة ايه ما بتوفي معناها ما بتوفي منوب منحط بقى رجحي بعدين طيب ليش ما مصدره مثل ما هي؟ منعبيه بسها حير ومنسفره؟ ما بتزبط معنا لأنه راح تعفن عالطريق وتعسئل يا أما راح يرفضوا يسترموها برا لأنه بصراحة الأسواق المنافسة كتير ايه؟ أصبح أنا برأي نعمل محضر إطلاف ونتلف كل الكمية اللي عنا يعني معقولة نتلف 1500 سندوق دفعة واحدة؟ قتقيلة كتير مو معقولة منوب استاذ الله وكيلك ما في غير الحل لأنه بكرة هاي البندورة راح تعفن وتطلع ريحتها بقى معقولة يفوت المواطن اللي يشتري خضره قوم بتطلع ريحت عفونة بوشه؟ طيب هال 1500 سندوق ما بيتنقى منهم 100 أو 200 سندوق؟ والله فكرة معقولة شو رأيك استاذ حسان؟ ممكن أصبح الله يرضو عليك شخلي كل الموظفين والموظفات بفرز البندورة وشو بيطرع منها يا أخي منيح نعمة كريم والباقي يعملو له محضر تلاف واترفوه بس يا جماعة اللي بننوفرهم بهالمية سندوق بدنا نحبطهم أجور إضافية للعمال اللي راح تشتغل بفرز ما عليش يا استاذ عمار ما عليش ما في ضرورة تصرفو له مصاري عاطوا كل عامل سندوق أو سندوقين بندورة وصلى الله وبرك في شي تاني هاي مشكلة البندورة نحلت والحمد لله سند مفيدة شو بقيان عنا بنود بالجلسة؟ إيه استاذ لسه بدنا نناقش مشكلة بيتنجان بيض العجل والبصل السلموني والفصولي الكلوي طيب أوكي هلأ مناخد استراحة ربع ساعة وبعد الاستراحة بنحكي بمشكلة البيتنجان بيض العجل شرفوا يا الله الله يعطيك والعافي الله يعافي مستاذ 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 فضلوا شاركونا شاركو استاذ لقمتين عن ناشي ما في شي من يمتكن صحتين وعافي إن شاء الله على قلبك بدي اسألكون فضل كم سندوق بندورة هو في للإطلاف في هاي الصالة؟ 25 سيدي 25 وينون؟ يا سيدي بعد الفرز طلع منه الخمس سنديق بس فهالسنديق الخمسة استاذ وزعناهم إضافي على العمال والعشرين سندوق تلفناهم بمعرفتنا استاذ شلون تلفتوهم؟ عطيناهم لزملائنا بمؤسسة اللحوم أوف؟ شو بدون يعملوا فيهم بمؤسسة اللحوم؟ يا استاذ كان في عندهم بمؤسسة اللحوم ثلاثين كيلو لحمة على وشك إنها تنتزع وتخم وبدال ما يتلفوها ويكبوها قرروا إنه يعملوها صفيحة ويوزعوها على العمال والموظفين ايوة وبعدين؟ أموا أخدوا من عنا البندورة تبع التوالي وبعتونا خمسة كيلو صفيحة استاذ تفضلوا دقوا ولا يهمك زابت معاً تماماً تفضلوا لا 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 معالي الشي مالي نفسي شو رأيك استاذ هذا الشي قانوني؟ قانوني طبعاً بالعكس فكرة كتير حلوة أنا فكرة يعني فكري إذا بيصير تنسيق دائم بين لجنة الإتلاف اللي عناها ولجنة الإتلاف اللي بشركة اللحوم ممكن نعمل مشاريع مهمة كتير متل مشروع صفيحة اللي صار اليوم وش لوم بده يصير تنسيق دائم؟ يا سيدي نرفع اقتراح للإدارة بتشكيل لجنة إتلاف مشتركة بين شركة الخضار والفواكه وشركة اللحوم ايه والله شبتها ليش ما بنقترح هالشي عالاستاذ فهمي؟ ليش لا؟ هذا اللي عم قوله بالله عجدا بتحكيني يا عطف شو معافية يا شباب بشرة بعد جهد الجهيد وافقت الجهاد المختصة على اقتراحنا وقررت تشكيل لجنة إتلاف مشتركة بين مؤسستنا ومؤسسة اللحوم ومندوبة من الغزائية الحمد لله مبروك العضوية الجديدة الله يباري فيك أستاذ حسان أستاذ سني ورقنا سؤالي مو بوقته بس يعني بدافع لا لا تفضع هاي اللجنة فيها تعويضات ولا ما فيها؟ طبعا فيها تعويضات بس ما تطلع تعويضات خضرة كاسدة ولحمة بايتها اسمحولي أول شي يا زملاء إني رحب فيكن كأعضاء لللجنة المشتركة العليا للإتلاف بادئ في بدئ بحب إلكون انه هاللجنة هاي اتشكلت من أجل دعم المبادرات الخلاقة وإيجاد الحلول لتصريف البضائع الكاسدة بالشركات الثلاثة وطبعا الجهات العليا رح تدعم المبادرات الخلاقة هاللجنة ورح تبارك كل القرارات يلي رح نتخذها وما بخفيكن انه القيادة بهمة كتير نجاح هذه التجربة كتير بهمة لأنه نجاحنا بمهمتنا هو نجاح للقطاع العام كله وطبعا مسيرة القطاع العام واجهتها صعوبات كتيرة بس الشهادة لله القيادة ما أصرت أبدا وحاولت تزليل هالصعوبات ونحن أهم شي عنا أو بالأحرى أهم هدف لازم نسعاله أنه نثبت لكل المتشككين والمغرضين والشامثين والمتربصين أن القطاع العام قادر على تولي كل الفعاليات الاقتصادية بما فيها تجارة الخضرة والفواكه واللحمة والأغزية كمان نعم يا زملاء نعم قطاعنا العام قادر على أنه يتاجر بالخضرة وبالبيط واللحمة والفريج وقادر على أنه ينافس الأسواق بهالتجارة هاي ويحقق ريعية معقولة للخزينة بقى شو رأيكم نبدأ الجلسة؟ تفضل استاذ قبل ما نناقش أي شي خلينا ناخد فكرة شوفي عنا مواد للإطلاف بهالأسبوعات بقى شو رأيك استاذ عدنا؟ استاذ حسب التقرير اللي إجانا في عنا ميتين سندوق مندورة وخمسين سندوق كوسة وأربعين سندوق بيتنجان وثلاثين شوال فجل وعشرين شوال نعنع وجرجير وشوية زهرة وسلق وبطاطا عظيم وبالنسبة للشركة اللحوم يا سيدي في عنا لحنا اتنين كيلو لحم ضاني وستين كيلو لحم عجل وسبعمائة فروج وميتين صفط بيض وبالنسبة للشركة الأغزية اللي موجود هو نص طون رز قصير وميتين ربطية شعيرية وعشرين صندوق رب بندورة وكم عالبيت سمنة وشوية ابهارات وعصفور ونعنع يابس يعني مو أكتر من هيك عظيم كتير طبعا هالبضايع هاي ما رح نتعامل معها على إنها مواد فاسدة لا استاذ على وشك إنه تفسد بس طبعا غير صالحة للبيع بس صالحة للإستهلاك البشري مو هيك؟ والله إذا استهلكت بسرعة ما في مشكلة طيب ممكن نعرف بشو عم تفكروا استاذ؟ أنتوا يمكن سمعتوا عن مشروع للصفيحة يلي صار بين مؤسسة الخضار ومؤسسة اللحوم مو هيك يا عمار؟ ايه طبعا استاذ صحيح هذا المشروع كان مبادرة فردية وارتجالية نوعا ما بس بالنتيجة هالتجربة معقولة كتير ولازم نوقف عندها شوي وندرسها يعني أصدق استاذ إنه نعمل مشاريع جديدة مثل مشروع اللحمة بعجين؟ أيوة اللحمة بعجين بقى شو رأيكم؟ استاذ ممكن توضح الفكرة أكتر؟ على عيني وراسي الفكرة يا شباب ببساطة إنه نعمل مطبخ قطع عام وهالمطبخات مواده الأولية موجودة كوادره البشرية كمان موجودة يعني هالعمال والموظفين يلي كنا نشغلها بالإكلاف منشغلها هالمرة بالمطبخ بس وين من نعمل هيك مطبخ يعني؟ ما في مشكلة منفضي مستودع من المستودعات ومنجهزه مو مشكلة أبدا والطبخ شو رح نعمل فيه استاذ؟ لأنه رح يطلع عنا أكيد كميات كبيرة الحق معك يا سيدي قسم منه منوزعه على الجمعيات الخيرية ومنكسب فيه سواب والقسم الثاني ممكن نوزعه على العمال والموظفين كنوع من الحوافز الإنتاجية يعني هالعامل يلي عم يتعب ويشقى طول النهار كتير بيلاقيها حلوة إذا طبخنا لأمثاله كل يوم يعني على القليلة ما بيعود يحكر لهم الطبخ والنفخ بالبيت وبيتفرغ للعمل والإنتاج وبيرتاح باله يا سلام على هالفكرة يا أستاذ فهمي إقسما بالله بسويسرا ما في هيك طبعا وإذا لقينا عنا فائض إنتاج ونوعية الطبيخ كانت عالية الجودة ومطابقة لمواصفات الإيزو وقت ممكن نفكر نبيع قسم من الإنتاج بصالاتنا بس بيضل عنا مشكلة استاذ شو هي؟ مشكلة التابعية كيف يعني؟ يعني هالمطبخاته ميمدوا يتبع؟ لمؤسستكم ولا لمؤسسة اللحوم ولا للمؤسسة الغزائية؟ لا ثلاثة سوا يعني راح نعمل إدارة مشتركة ونوزع المهام بين بعضنا وبالنهاية كل ياتنا تابعين لوزارة واحدة يعني ما في مشكلة طيب وبرنامج الطبخ اليوم استاذ ميمدوا يقرروا؟ ما بعرف بس شو رأيكم نشكل لجنة مشتركة تكون مهمتها تقرير برنامج الطبخ والإشراف على التوزيع موافقين استاذ موافقين استاذ حسان أيوا مبروك العضوية الجديدة الله يبارك فيك مبروك عليك كمان شكرا شكرا بدي أسألك قديش تعويضات اللجنة الجديدة؟ مثل العادة يعني ماش الحال مثل ما بيقولوا الرمض أشوى من العمى إمتى الاجتماع؟ بكرة بعد اجتماع اللجنة المشتركة العليا للأتلافة بساعة مهم أوكي إذا نلتقي باجتماع لجنة الطبخ نلتقي استاذ موسيقى 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 يا شباب أنا استاذ رأيي صنية كواج لا لا شو صنية كواج ست مفيدة؟ الكميات اللي عنا بتكفي حرابة كاملة أنا آسفة آسفة جدا الأستاذ أخدي على لساني يعني كلمة صنية بس أنا رأيي بكرة كواج بس الكواج بلا رز مو طي مو مشكلة من فلفل رز قدامه يا شماعة انت ليش مصررين عالكواج بدي يفهم ليش؟ ليش احتراطك عالكواج استاذ حسان؟ الكواج ما بده بيتنجان ونحنا في عنا كمية بيتنجان كبيرة بقى وين بدنا نروح فيها يا استاذ فهمي؟ معك حق مداخلة الأستاذ حسان منطقية كتير نحنا لازم نستفيد من كل المواد اللي عنا طيب شو رأيكون نعمل طباخ روحو؟ الطباخ روحو وبده بيتنجان؟ حدا عنده اعتراض عالطباخ روحو؟ عالطباخ روحو، حدا عنده اعتراض؟ أنا عندي اعتراض استاذ فهمي شو اعتراضك استاذ حسان؟ الطباخ روحه ما بده بطاطا ونحن في عنا كمية بطاطا كبيرة جاهزة للإكلاف مظبوط هالحكي إذا سمحتولي، ليش ما نساوي طبخة من التنتين؟ كيف يعني؟ يعني في كتير ناس بحطوا بيتنجان للكواج أصدق أنه نعمل كواج ونتحش بأجو بيتنجان؟ إيه ليش لا؟ صحيح والله، وبهالطريقة مننفق كل الخضر اللي عنا إيه لأ، هيك المسألة صار بتدفليفلي، شو هالحكي؟ يا ستة منحطوا لفليفلي، مو مشكلة؟ شو رأيكون؟ منخاف يا أستاذ، منخاف الناس ما يحبوها لا لا، شو ما يحبوها؟ بيحبوها يا أخي يعني أكلة الخضراء كيف ما انطبخيت؟ بتنحن، بقى إذا سمحتوا ياللي موافع على طبخة الكواج مع البيتنجان يرفع إيده هلا موافع عظيم جدا نجمع يا أستاذ، في عنا فاصولية، نحنا شو لنا نعمل فيها؟ أخي الفاصولية بتقعد يومين زيادة، مو مشكلة؟ طيب بعد بكرة، ممكن نعمل طبخة فاصولية ورزب اللحمة الموزاتي اللي عنا ست مفيدة، سجلي محضر الجلسة حاضر بعد الترويسة طبعا، إنه بتاريخ اليوم قررت اللجنة بالإجماع طبخ كواجن كواجن؟ كواجن؟ طبعا بالبيتنجان؟ أو الباذنجان؟ ما في فرق؟ نعم نعم، مع أرز أو أروز؟ طبعا بشعيرية؟ أو شعيرية؟ شكلية فوق، شعيرية؟ هذا، هذا شعيرية، طبعا ولي البيان؟ حرية وماذا نعمل سلطة، أستاذ؟ ما في مانع يا أخي، نعمل سلطة بس شو رأيكم نعم للسلطة؟ خشنة ولا نعمة؟ والله أنا برأيي نعمة، أرمانية لا، خشنة، خشنة كتير أحسن أنا من رأيي الأستاذ حسان، الخشنة أخف لبكي طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، خلوا الحوار ديمقراطي يلي موافع على السلطة الخشنة يرفع إيده أنا ما لي موافع أغلبية، خلصت مفيدة، سجل محضر الاجتماع سلطة خشنة حاضر في أحد عنده مداخلة أو تعقيب قبل ما ننهي الجدسة؟ أستاذ، طالما هي، خلينا نتفع على طبخة بعض، مكفرت مرة دقي أخي، اتفعنا وخلصنا يلا يعطيكم العافية، تفضلوا شوكرا، ممس إيفام، منين جابوا لنا المشكلة أي؟ محما تخرجنا تقشير بطاعتها؟ أنا بعرف، قسم بالله العزيم، صلي متجوّد شي سبع سنين بعمري ما أشرت بططايا واحدة بالبيت ياشا ما تتنسوا لنا فينا هلأ هن فكرون هيك بيحلوا المشكلة اي أنا بعريف أصلا لما بيفكروا يحلوا شي مشكلة بيخلقوا بعدها مية مشكلة بالفعل لأنه لحد هلأ صاروا مشكلين أربع خمس لجان وبكرة يمكن يشكلوا نجني لأتلافوا الطبخ البيت صحيح هيا سيناها والله أخ لو يسلموني هالمؤسسة ينهار واحد بس أشو كنت راح تساوي كنت فضيت الصلاة من الخضرة والفواكي وعملت قاعات لتعليم الكمبيوتر أو مكتبات لأنه دولة وتهجرت خضرة ما بيمشي الحال والله عم تحكي مصبوط أجلس تلك الساد السلام عليكم أهلين عليكم سلام عليكم أستاذ يعطيكم العافية شو كيف الشغل تمام تمام ماشي الحال ليش هيك الخرطة كبيرة زغروا شوي زغرة أستاذ طولين لا تخلصوا خرط لا شيء ساعة زمان بس شدوا لي الهمة شدوا لي الهمة لأنه بدون يركبوا الطبخة بالمطبخ المركزي أستاذ بس مين بدأ يأخذ البطاطا الهنيك؟ أنتوا لا تأكلوا هم هلا في سيارة بتجي بتأخذون بعدين لا تنسوا تفرموا البصلات حبيباتي أوكي؟ نفرموا الناعمين أستاذ لا 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 شو نعمين؟ البصلات لازم ينخرطوا جوانح مشان الكواج أطيب يعطي كل عافية أهلين أستاذ الله معه على السلامة شو حالية؟ شو حالية؟ تمامنا نشغل البصلة أنت بتأشير البصلة أستاذ ممكن ناخد فكرة عن أبعاد هالتجربة؟ يعني شو الهدف من دخول القطاع العام إلى المطبخ؟ الحقيقة يا آنسة سؤالك جيد كتير بس اللي بدي أقوله قبل كل شي نحن نؤمن إيمانا راسخا بالدور الهام الذي يجب أن يلعبه القطاع العام في هذا البلد وانطلاقا من هذا الإيمان يجب أن نعمل جاهدين لكي يدخل القطاع العام لكل مفاصل حياتنا لكل دقائقها لكل تفصيلاتها وهذه التجربة بتصور خير دليل على ذلك طيب أستاذ المعروف أن القطاع العام في أغلب الأحيان غير قادر على المنافسة بسبب غياب عنصر الجودة والسؤال هو ماذا فعلتم لكي تضمنوا جودة إنتاجكم؟ الحقيقة يا آنسة نحن عنا عناصر شاطرة بالطبخ كتير والمطبخ الشرقي مشهور وأصله له جذور ابتداءا من اليونان وانتهاءا بالبوسفور والحقيقة نحن عم نعمل دورات بالطبخ لكل الكادر البشرية اللي عنا وبالنسبة للنوعية هلأ رح نسكب لكم صحا كواج من طبخة اليوم لحتى تحكموا بأنفسكم على طبخنا ومثل ما بتعرف يا حضرتك يا آنسة الطبخ نفس والدولة حاطة نفسها بكل لئمة عم يتناول المواطن حاطبته لا تقولوا وأنا في هذه المناسبة أهيب بالمواطنين جميعا أن يقاطعوا المأكولات الأجنبية أيا كان من شأوها وليأكلوا بدل الماكدونالد حراء بأصبعوا وبدل الهامبورجر كبة لبنية أو ملوحية يا أخي وبدل اللازانيا والبيتزا فطاير بسبانخ بدل الفاست فود والسي فود حمص وفلافل يعني على كلين أنا بطلب من كل المشاهدين الأعزاء إذا حبوا يعرفوا شي عم نشاط مطبخنا بطلب منهم يزوروا موقعنا على الإنترنت www.shakriyoriz.com يعني باختصار شديد مثل ما القطاع العام قادر على التحكم بالمفاصل الاقتصادية والخدمية في هذا البلد فأنا بقول بنفس الوقت أن القطاع العام قادر يطبخ وينافس المأكولات الأجنبية معلش أن سياريت توفيد التسجيل جايني تليفون من سيادة الوزير أوكي أستاذ أخذنا قالوا نعم احترامي سيادة الوزير نعم عفوا أنا شو هادية سيدنا معقول طيب سيدي طيب خير أستاذ فهمي في شي قال في خمسين حالة تسمم من طبخة الكواج تبع اليوم وعشرين واحد منهم بالعناية المشددة الدلون لا تحطوا بيت انجام بالكواج بجوزة مرميل أمراك 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 ترجمة نانسي قنقر